الطفل أحمد موسى الخلف يعاني من سوء تغذية شديد عمره خمس سنوات ونصف منذ حوالي خمسة أشهر الطفل يتحسس من مشتقات القمح وبسبب نقص مادة الحليب والبيض ومشتقاتها والبطاطا يضطر الأهل لطعامه ومشتقات القمح ولديه نفخة في البطن والآن يشكو من حالة سوء تغذية شديدة جدا هذه يدي وإذا بقي الوضع على حاله في حالة هذه الحالة الحصار المطبقة على مدينة حلب المحاصرة سيف يسوء وضع هذا الطفل لذا نطلب قدر المستطاع المساهمة في إنقاذ مثل هذه الحالات التي تريدنا إلى المشفى اتباعا هذه حالة الطفل شاكرين تعاونكم